سباح النور سباح الخير على اغلى و احلى مشاركة نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتلكم اليوم كما عودتكم ديما نبدأ وكلمنا بسارة على الحبيب صلى الله و عليه وسلم المهم حبوبيتي قبل ما نبدأ الفيديو رايح نرحب كامل بالمشاركات الجدد و نقولكم نورتوني مرحبا بكم في قناتي و في بيتي بس كما تعرفوها شوية بدأت تكبر ماشي كما كانت و نقولكم مرحبا بكم و المشاركات القدم ثانية نقولكم اربي خليكم لي بكم قناتي راها تطلع و بيكم تعال الصح بلي كومنت اغتوعكم باش تشجيعات تطلعوا لي المورال و هما اللي راهم يحفزوني اربي ايخليكم لي و ماذا بيكم اللي بنات سباح ترجو القناة كامل مع صحاباتكم و احباباتكم هكا باش تكبر القناة و يكون فيها بزاف تغيرات المهم حبوبتي كما كم تشوفوا بديت معاكم الروتين يعني روتين عفوي ما فيه نيز واق نيوالو نوت من بلاستي دي عكتو مدخلت لسال ديبان غسلت وجهي غسلت فمي بعد توضيت نقيت كامل هذك العفا بوف و تمسحها على هذك المرايا روحت صليت من بعد هنا لبنات فتحت التساقة يعني مفتحت شتاقة حتى ناضق وليدي و من كده بشعيكم اللي بنات مشي اي حاجة تشوفوها في اليوتيوب تأمنوها ولا تصدقوها اللي تقول لكم نضع ستاعة صباح ولا كما انا هنا نهار اليوم نضت هنا ممورها لتساعة ونص ولا العشرة بس كل بارح وليدي بيت قاعد يعني بيتها سهرانا معا الوقت اللي يرقد هو بخوفيتي نرقد بس كون نديروا عشقة اشقاء مهوش رايحي يكمل على هذك قلت لكم مشي اي حاجة تشوفوها في اليوتيوب تأمنوها بلك تتبعوك اشقاء ناتج تقول لكم عني نوطع ستاعة صباح طيب تغسل تسيق درد درج انتو ما بروحكم يهود لكم المورا تقولي انا ماني شمرة انا مانيش نقضي صوارحي هذي علاواش تقضي كامل صوارحة وانا ما نخدم شلال بناس كان بعض القناوات بلك الفيديو ديرو في ربع ايام خمس ايام وديرو لكم كامل في نهار واحد باللي صباح دارت المسمن وعشية دارت الفطير ونص نهار دارت الاغداء وبعد دارت العشقة تلقاعد دارتها تقولي هي باش فيتني بصح لبنات متأمنوش كامل وشراكم متشوفو صح حاولو تدو من هذو اللي فيديو الطاقة الايجابية تدو زعمها هكا افكا ميبس باش طيحوا المورا لرواحكم لا دي ما حاولوا لي فيديو اللي تفرجوهم ليعطوكم طاقة ايجابية المهم حابوباتي نقيت كامل لاشان يعني فوت عليها غيتشفيفا هكا وحط يتودي في هذيك تخونزات حتى الصحب الزفرة ها مساعدتني يعني نكمل كامل لاشان بغتاعي نكمل لها كان نقيها ونسقم لفراش نبدلو هو لا كوشو كامل ونحطوه فيها ونخليه يعني ندلو قرآن حتى يرقود كامل فيها ودفول بلات ما يرقود يعني يقعد غير يلعب فيها المهم حابوباتي وهنا أوليت للكوزينة طيبت قهوة صباح كنت مع زوجتي طيبت لغي قهوة فيتلو حلي بعوت وليت البلاستي هنا كما كما تشوفو سخنت غير الحليب في الميكرو اند وقدرت في نجال قهوة ما كانش عندي نيقاطو نيوال ويعني عندي غير الخب السخنتو دورتلو قشوية شاكولة اللهم قدمها نعمة من بعد البنات هنا كوتسالد كتسالد بانقيها لعشان بغتاعي انقيا ما محويش كامل في الرسطهم اللي يتغسلو يتغسلو واللي كانو ناشفين ثاني كطبقتهم وخبيتهم وهنا البنات كيما كما تشوفو بعد ما قهويت وكملت والليت لهنا لهذه الطابليات البارح كانو مسخين كتحالتهم بحالة درتهم فيليك خيستو ودرت لهم سابون سيدو يعني طليتهم كامل وخليتهم باتوا في هذا كل ما واليوم رانياح هنعاود نديلهم غاس لابسابون الطرف ونعاود نشله لهم بالماء السخول يعني بديت بهذه اللولة يعني اول حاجة درتها غسلت هذه الطابليات مشي لماعن شوفوا اللي بنات ساكم تشوفوا هنايا في البوتاجي تيعيك فشرة دير بالكالكاق يعني شوفوا قدمت نقيه تنقيه اليوم لحشية تفتحي الماء يعاود كامل يبيض لك ولا يشهاب لك من هنا عندنا الماتع الحاسي الماتع الحاسي معمر ملح يعني مالح يخليلك كامل شهو بياف هذك الفايانس ولا البوتاجي ولا اي فايانس ولا في الدوش ولا في الكوزينة ولا بغيت برك البنات هنا انسقسيكم بالنسبة اللي غلفوا البوتاجيات تتوعكم اسكوا البوتاجي تتاعكم هذك الغلاف مطارج بالماء اللي تكون غلفة البوتاجي تاها مذبية تعطيني رايها فسكوا شوفوا اللي بناتاني حابة نغلف البوتاجي ميراني خايفة انا عندي بروblem غير هذه الجهة ديما شهبة شوفوا قد متنقيها تبقى ديما تبين بليموسخا ولا المهم حبوباتي اغسلت هذه الطابليات كملتهم ومعاوظت ثاني كل هذو المباعين اغسلتهم كامل وهنا اغسلت الفطر بالنسبة الفطر رايح نضير حريرا هذه اللي قدت لكم ايضا بزيارة وطلع في الناس يعني بلا جيش بلا لحم بلا والو ولو ورايح ايضا بزيارة أنا راها ستكمل عفض ان طيب كونتيتي وحدة وحدة وحضر انضيف مليحة ونولي من ذلك مني بد ننصخن يعني خطرات نضير حريرا وصلاطة خطرات نزيد معها بطاطا مقلية خطرات نزيد معها الدنجل كل نهار وكيفيش ديما الل نعطيكم نصيحة بالنسبة للحريرة ديما حاولوا نحاولوا بخطمونجي وخبوها في الكنجيلاتور يجيكم ضيفة على غفلة جبديغي هذه الحريرة ووديدي معها دوزيان بلاء وتحطيها ولا ديفوات تكوني مريضة ولا تقديش تخدمي ولا يكون عندك شغل في الدار تسياق وكامل تلحق عليك تناش ما تصيبيش الفطر أنا ديما عندي كما هاكا ديما ندير الحريرة ندير اللاسوب بتاع العدس ونخبيه في الكنجيلاتور يعني ندير كونتيتي ونقسم أعلى خطمون جميع قصبة ثوم من بعد الملح والأحمر والفل لكحل من بعد البنة تضيف زيت ونضيفها في القنار تتقلة دائما الحريرة لم يوجده دجاج واللحم يقللونها مليح مليح باش تطلق قلبنا من بعد البنة يعني حطيت الحريرة تتقلة ونضيفت البطاطا البطاطا الرجل بها البوركتو نضيف البوركتو حشت البوركتو نديره اليوم قد تضيفه سوف نرافقها بالبورك بالنسبة للفخص بالبوركة سوف نضيفها بزاف شابه واقتصادية كما تشوفو هنا قطعت عندي البطاطا قطعت هنا عنه ممكن وعندي ثلاث حبات ثغر درت لهم شوية ملح شوية فلفل أسود والماء ودرتهم فوق النار حتى نطيب هذه البطاطا وفي نفس الوقت الحريرات تعيه هذيك تتقلى وهناك دائرة الماء يسخن يعني دائرته للحريرة المهم حبوبتي هنا خليت البطاطا تعي طيب الحريرات تعيكات تتقلى هنا كنت جبت هذه الشيشة هذه الشيشة ولا حريرة تاع المرمز هنا سوف ندير لها الماء سخون منها تتنفخ يعني رايحة تطيب لي نصف ضياب بهذاك الماء سخون منها رايحة تتنقى كامل يعني كاش حاجة فيها ولا رايحة تطلع من هذاك الماء المهم حبوبتي كما تشوفو هنا فرقت عليها هذاك الماء سخون وحطيتها أبجيها أولي ثاني كمرقت هذيك الحريرة الوقت اللي مرقت الحريرة أسكرت علي هكت البطاطا أتاعي طابت هنا رايحة نبدأ ندير فلافاخ سع البولة كتجيب الزافة بنينا ومام لبنات اقتصادية هنا كما تشوفو حكمتها كامل هذيك البطاطا حاولت نرحيها بهكا ولا نمرسها بفرشي طابركة كما كم تشوفو هي لازم تكون سخونة من بعد هنا لبنات وش رايحة نزيد لها رايحة نزيد لها كمية تعبصل اللي كت قطعتها كاروات صغار ما تستغربوش البنات تقولوا البصلة لها خضرانو ممو نقلوها ولا جيب الزاف بنينة تجي فيها البنات على البريك العنابي مي البريك العنابي يزيدولو البيض هذي رايحة نديرها قبلها ببيض كما تشوفو مرسة كامل هذه البطاطا زيت لها القصبر زيت لها البصل من بعد هنا لبنات وش رايحة نزيد لها رايحة نزيد لها شوية طن وثاني رايحة نزيد لها الفرماج الفرماج نزيد لها ذاك تاع البيتزا باش يضوب لي ويعطيني هاكا الفرماج يكون ذايب داخل البورك يجي بزاف بنينة وثاني رايحة نزيد لها شوية الفرماج الاخر المهم حبوباتي يعني لفخص هذي جات بزاف بنينة بطلبنات انا كي بديت نعمر في البورك تايح سيت البطاطا شوية ثقيلة كوزت لها شوية كخان في خش قدروا كامل تستغنائوا عليها المهم حبوباتي يعني هذي وصفة تاع الافخصة البورك بزاف بنينة واقتصادية يعني قادرين نديروا غير الفرماج والبطاطا بلا ما تديروا كامل تقدروا الزيتون تقدروا فيوند اشياء لكم الاختية وهنا كما كم تشوفوا اه قسمت كامل البورك تاعي يعني والورقة تاع البورك تاعي يعني وقسمتهم على ثنين وبدأت ان عمر فيهم كما راكم تشوفوا لهنا بالنسبة اللي تخلي كامل الورقة تاع البورك ولي تعديوا للتاحة راح تجيك حبة كبيرة وكامل مي لبنات انا اهنا يا حبيت ان يعني نقسم القوانتيتي تاع البورك اليوم ندير شوية والمرة الجاية يعني كينج بدحريرا ثانيك انسخن شوية مام الافخص هذي تقدروا اتخبوها لنهار ولا يعني متقدروا اتخبوها كثار منها المهم حبوباتي كما كم تشوفوا هنا يا عمرت الحبة الأولى قلت لكم جاتني شوية ثقيلة على الافخص من بعد زيت لها شوية اكخامف خاش وبدأت نعمر كامل في هذوك الحبات يعني حاولت ندير نص الباكي هذي كتاع البورك من بعد لبنات وجدت المقلة قدرت فيها الزيت ودرتها يتسخن وبديت نقليه في هذوك الحبات اهنا كما كم تشوفوا درت شوية الزيت بزيادة هاكها باش يتحمروا لي شوفوا البنات مني درت البورك والحريرة والله انا حسيت بنت رمضان ممكن عندي شوية اه حلو في الفخيجيداك كتو جبتو سخنتو يعني كيما انا الحملة حلو ديما هندي في الكونجيلاتور ولا في الفخيجيداك يعني ديما انطيب ونخليه ضيفي يجي على غفلة ولا نحب انا ندير هكا حريرة نزيد مع الحريرة هذك الحملة حلو ولا ديفوها هكا تتشاهد يكل حاجة احلوة المهم حبوباتي كما كم تشوفوا هنا اقليت البورك والليت للحريرة هذك ثاني كامل درت لها التتبيلة التاحة كما كم تشوفوا هنا بعد ما كان طابت لي كامل هذك الخضرة كما كم تشوفوا نحيت منها كامل اهذاك القصبر من بعد لبنات جبت البغاء ميكسر ميكسيت كامل هذك الخضرة وترديت فيها هذك الشيشة ولا هذك الحريرة وثانيك لبنات درت لها اللمسة الاخيرة ولا التتبيلة الاخيرة كما تعفوا انا ديما ندير فيها غرفية شوية زيت شوية قصبر شوية عراسل حانوت مام شوية فلفل عكري ونرابي الثوم ونردوا على هذك الحريرة يعني التتبيلة الاخيرة ديما الثوم ديروا حاولوا ديروا زوجه في صوص ولا ثلاثة على حساب الكمية ومام الطماطيش شاري بوات بس كما كنتش قليت بها في المرة الاولى يعني ثانيك تقدروا تقللوا بها ثانيك راحا تجيب نينا انا هنا كدرتها في الاخير المهم حبوباتي هنا ربيت الثوم ودرت كامل هذك الحريرة ورجعتها وفقنا انا نحب نشارك معكم هذو الوصفات لي ما فيهم للحملاجاج هكا باش تدو فكرة يعني وباش تسل الكوريسانكم سيرتم مني نرهجة المهم حبوباتي هناك الحلات تعيت الثقال البوراكساي هناك كان طاب سوف نقول لكم غير حبة كيفية شوفوا جام فخ فخ جاي تقرمش مع عندي ما نحكي لكم والله البنات جاي شهي باك اللي تكون توحم نقول لها شهيتك في الجنة ولي ربي ما زال مرزقها الشذرية نقول لها أربي يرزقك شوفوا البنات من الداخل كيفية هذيك البصلة تعطي بنا بزاف شابا منين ما تقلوهاش هذك الفرماج منين درتاع بيتزا ذاب كامل شوفوا هنا كيفية شهي شهيتكم في الجنة وهنا كما راكم تشوفوا هذا هو أفطوري اللي كنت وجدته يعني اشارت معكم كامل أصبيحة الحملة حلو كنت جدته من الفخ جي دا وهذه الخياجة التهبل شهيتكم في الجنة كما تشوفوا هنا يعني درتها بل الحم بلد جاج كنت هنا تربيت لي اول الزوج وما معجوزة كما تعافوا ديما انهوت لها كنت درت هنا أصلاقة بصل وطماطيش وزرودية كترابيتها يعني ما فيها نيزيتوني بيض يعني اللي متواجدة عندي وهنا كما تشوفوا ثاني قدرت ألبو لك جاي شهي شهيتكم في الجنة يعني حاولت نشارككم كامل أنهاري كيفية شفيت شوفوا اللي بنت نعطيكم نصيحة اللي تكون خدامة ولا تربي ديما كي طيبة حاولي ديري كونتيتي يعني ديري حريرة كونتيتي وخبي في كونجيراتور هكا باش تنقصي على روحك وحنا حبوباتي وصلنا لآخر الفيديو نتمنى الفيديو كان نعجبكم مسؤالها ما كنت تسقيل عليكم لأول مرة تصف قناتي ماذا بي تدير أبوني وتو على الجرس باش اي جديد يوفصلها مشتركاتي حبوباتي نقلكم لحبكم الموتى عليكم ما تنسوا الجامو وكومنتر لا فيديو واخر يا ربي انصيبكم بخير سلام